أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الحديث خلال الأيام الحالية والقادمة حتى يوم الجمعة سيكون بشكل مستمر عن المواجهة المهمة جدا وهي فعلا مهمة للنادي الأهلي أمام سيمبا حتى لو الأهلي خلاص تأهل وسيمبا كمان تأهل لدور ربع النهائي من دور أبطال أفريقيا لكن هي في الحقيقة مواجهة مهمة لعدة اعتبارات بالتحديد بخصوص النادي الأهلي وأفكار المدير الفاني ماستر بيتسو موسيمان أنت ممكن مثلا تريح بعض العناصر ممكن تجهز عناصر أخرى عشان تدعم فريقك بشكل مميز فبالتالي عندك خيارات كتيرة جدا جدا في القائمة تقدر تتعامل بشكل فاني مميز من خلال مدير فاني جيد وهو ماستر بيتسو موسيماني فبالتالي خلينا عندنا تفاعل كبير جدا بالمرحلة اللي جاي وفي الحقيقة برضو بصراحة يعني احنا الفترة الحالية والشهر ده تحديدا مليان بمطشاط كلها وراء بعض ومطشاط كلها غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي فانت هتتأثر بدنيا وحتتأثر فنيا ده هيحصل طبعا هيحصل دي مشكلة أوعيب فيك انت لأ هو انت الجدول دلوقتي كده تبقى للظروف بقى الكتير اللي احنا عارفينها ففي ضغط مطشاط فانت مجبر انك تتعامل مع المطشاط دي ومجبر انك تحاول بأكبر قدر ممكن انك تكسب في كل المبارات ودي السما الأساسية اللي احنا متعودين عليها في النادي الأهلي لازم نكسب حتى لو انت بتواجه فرق كبيرة هي كرة القدم وارد انك تخسر وارد انك تتعادل لك انت هتعمل كل اللي عليك رغم صعوبة المرحلة هنا السؤال بقى هل الأهلي عنده قايمة جيدة من اللاعبين وقايمة متكاملة من اللاعبين تقدر تتعامل مع المرحلة الحالية طبعا عنده طبعا عنده اللي يقول غير كده بصراحة يبقى مش مدرك او مش ملم بالاسماء الموجودة في قايمة النادي الأهلي طيب هل معنى ان انا بقول لكم كده لو انا مثلا ايه بقول للأهلي في السف مش محتاج تدعمات لا مفيش فريق في الدنيا بينافس على اي طولة مبقاش محتاج تدعمات لازم بتدعم صفوفك هو كده انت بطل وبتنافس على كل بطولة ايه هتدعم صفوفك لكن ده ما يقللش اطلاقا اطلاقا من العناصر الموجودة اللي متواجدة معك في القايمة دلوقتي واللي بتنافس على كل البطولات واللي لازم كلنا نفضل في ظهرهم ولازم كلنا نسندهم وندعمهم علشان نستنى ناتج المرغ من خلاله وعندنا سكة كبيرة جدا فيه فلك انت تخيل ان المرحلة اللي جاية دي هتستعيد عدد مميز جدا من اللاعبين عدد مميز جدا من العناصر اللي تقدر ترجح كافة الاهلي في اي مطش من المطشاط سواء افريقيا او محليا يعني مثلا كده عندك محمود متولي محمود متولي من لعبة بالمناسبة هو مقايد في قايمة الفريق لان احنا قبل كده قلنا انه مش مقايد لا احنا نعتذر عن الكلمة دي تحديدا لا هو فعلا مقايد بعد ما اتأكدنا يعني محمود متولي عندك كريم ندفد كريم ندفد بإذن الله بإذن الله الامور بالنسبة له ماشية بشكل ممتاز وحيكون اضافة قوية للنادي الاهلي عندك كمان مين محمد محمود محمود خلال ثلاث أسابيع حيقدر يكون متواجد مع الفرقة بشكل طبيعي ويشارك بس المشارك في المباراة هتاخد وقت شوي لكن هيبقى جاهز هيبقى جاهز عندك مين تاني علي معلول احد ابرز واهم العناصر في صفوف النادي الاهلي بإذن الله في نسبة كبيرة جدا انه هو ممكن كمان يشارك في مباراة النصر اللي بتصبك مباراة القمة امام نادي الزمالك يوم 18 ابريل الامور بالنسبة له ماشية بشكل جيد جدا عندك مين تاني عندك عدد كبير من اللعبين بلده فاللعب الموجودة اللي حتم تجهزتها في الماتشين اللي جايين سواء مباراة سنبا او مباراة النصر لهم مين عندك مثلا رمي ربيعة من اللعيبة اللي بقالها فترة ما بتلعبش لانت عندك طبعا في مركز الدفاع لعبية مميزة وبتأدي بشكل جيد بغض النظر عن اخر مباراة بصراحة بصراحة لكن عندك اسماء كتير جدا في قامة النادي الاهلي يقدروا ان هما يصنعوا الفارق في اي مباراة من المباريات واي بطولة من البطولات فبالتالي الامور ماشية بشكل جيد بالنسبة لنادي الاهلي يعني احنا كجمهور نرفع الضغوط عن اللعيبة احنا كجمهور نساعد اللعيبة دي في ان هي تفضل ماشية بشكل جيد لو في كابوة او مباراة ما كناش فيها موافقين ماشي بيحصل لكن انت اللي بتساعدوا ان هما يصطفيقوا ان هما يرجعوا لمستواهم وان هما بإذن الله يستمروا في اسعد جمهور النادي الاهلي فبالتالي حابين نطمن بس جمهور النادي الاهلي على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق الفريق بكرا ان شاء الله هستأنف تدريباته بعد ما كانت مرة مبارح في اطار طبعا الاستعداد لمباراة سينبا وزي ما قلت رحارككم هي مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي اللي اعتبارات كتيرة جدا في اطار التجهيز للمراحل المختلفة المقبلة وهي مراحل حاسمة بالمناسبة سواء في بطولة الدوري او في بطولة كاس مصر كمان او حتى في البطولة الاهمة هي بطولة دوري ابطال افريقية النهاردة طبعا الفريق كان اجازه وبكرا الفريق يستأنف تدريباته والامور تمشي بالشكل الجيد جدا طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي